خلال عطلة عيد الفطر السعيد زار المدينة الوردية 25 ألف زائر ووصلت نسبة إشغال فنادق المدينة البالغ عددها 45 فندقا مرخصا من مختلف الفئات وتحوي أكثر من 3000 غرفة فندقية إلى 95% سلطة إقليم البترة التنموي السياحي تحدثت لأخبار الدار عن تحضيراتها والفائدة التي تحققت من هذا النشاط السياحي في أحد أهم المواقع الأثرية العالمية بداية كل عامة وبخير جميعا وجميع المشاهدين لا شك كانت فترة هذا العيد مميزة عن السنوات الماضية بداية كان هناك خطة جاهزية كاملة من سلطة إقليم البترة كانت بإعازة من عطوفة رئيس تقديم البترة بالتعاون مع جميع الزملاء والتي تكمن في تقديم أفضل خدمات اللازمة لسياح الموقع الأثري حيث تم تأمين مواقف سيارات سياحية مجان وموقف البصات السياحية بالأجراء وترتيب وتفويج المجموعات السياحية كان فيه أعداد يعني غير معلنة عنها بالعدد الكبير اللي جاءناه خاصة من السياحة الداخلية وعمان المصانع داخل المملكة الأردنية الهاشمية هناك كان فيه تقديم ضيافة العيد أثناء فترة العيد مثل القهوة والحلوة العيد ترتيب تقديم خدمات إرشاد السياحي للأفواج السياحية نشرات السياحية المجانا هناك كان فيه ترتيب وتزويد أعداد خدمات السيارات الكهربائية التي تختم كبار السين وصحاب الاحتجاجات الخاصة وهذا الموضوع يوفر علينا جهد في الوقت لزيارة السائح وخدمته لزيارة الموقع لكل شخص حقه أن يزور البطراء كأحد أعجاب دينيو السبع لا شك أنه نجاح هذه فترة العيد وتقديم الخدمات الأفضل للسياح هي نتاج لتعاون مشترك مع شركان الأساسيين في قليم البطراء وكوادر سلطة قليم البطراء والعاملين في مركز الزوار